اشتركوا في القناة الجزائر كان قويا وقانوني كما وصف ما جرى بالعاصمة المصرية القاهرة بالمهزلة الحقيقية وطريقة الاختيار لم تكن شفافة واضاف ان الجزائر لا تعمل في الكواليس خاصة في ظل الملف القوي الذي تقدمت به الجزائر كما ان الجزائر تملك الملعب وفيما يخص الارضية يمكن استبدال العشب الاصطناعي بسرعة محمد تهمي اكد انه تنقل لمصر من اجل الدفاع عن ملف الجزائر وهو دليل على دعم الدولة للرياضة كشف نجم الخضر ياسين براهيمي ان افضل رد على منح الكاف دورة 2017 للقابون هو التتويج بلقب النسخة الواحدة والثلاثين مشيرا الى انه وزمالأه في المنتخب كانوا يمنون النفس في ان تقام بالجزائر باعتبار الامر سيعزز من فرص تتويجهم بهذا اللقب الغالي الذي استعصى على الخضر منذ سنة 1990 هذا وقد ابدى وسط ميدان الخضر في تصريح لوسائل الاعلام الفرنسية اسفه الشديد لعدم تمكن الجزائر من احتضان العرس القاري المقبل وابدى انهم واثقون من انفسهم وتصحيح اخطاء غنيا الاستوائية بعدما اوقعت عملية القرعة الخاصة بالتصفيات المؤهلة لنهائية امم افريقيا 2017 منتخب السيشل في المجموعة الثامنة والتي تضم كل من الجزائر ايثيوبيا ولزوتو اعترف اوليش ماتيو بصعوبة المأمورية التي تنتظر اشباله في المواعد المقبلة واكد ان مواجهة المنتخب الجزائري يعد امرا صعبا خاصة ان فريقه سيواجه منتخبا مونديالي والذي قدم مشوارا جيدا في بلد الصنبا وذلك في تصريحه لوكلة الانباء السيشيلية وسيبدأ منتخب السيشل مشواره في التصفيات بتنقل صعب الى الجزائر ما بين الثالث عشر والخامس عشر من شهر جوان هذا واوضح مدرب المنتخب السيشيلي انه واشباله سيحظرنا لدورة المحيط الهندي التي تهمه كثيرا والتي ستكون بوابة تحظيري همى بالنسبة للاعبه معترفا في ذات السياق بان منتخب لزوتو يعد الوحيد الذي سيكون في متناوله توفي الجمعة الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية لكرة القدم حاج بن علي سكال عن عمر يناهز ثمانية وثمانون سنة الفقيد كان قد ترأس الفاف في حقبة اول مشاركة للخضر في نهائيات كأس العالم باسبانيا بن علي سكال كان احد اعمدة الرياضة الجزائرية كما ساهم الراحل في اقامة الالعاب المتوسطية بالجزائر عام الف وتسعمائة وخمس وسبع والالعاب الافريقية عام الف وتسعمائة وثمان وسبع رحمة الله على روح الفقيد ان لله وان اليه راجع صرح الناخب الوطني كريستان غوركيف لموقع الفيفا على ان اشباله في تطور مستمر مقارنة ببداية فترة توليه المهم العام الماضي عقب نهاية كأس العالم بالبرازيل مؤكدا انه تبنى نهجا مختلفا عن سلفه بعد انتهاء مشوار الجزائر في النهائية بخسارة امام المانيا بهدفين لهدف في دورة الست عشر من البطولة واشار في ذات السياق انه تلقى صعوبة بعد توليه مهمة تدريب الجزائر باعتبارها اول مهمة له مع منتخب وطني عقب ثلاثين عاما من تنصيبه كمدرب على مستوى الفرق اخرها مع لوريان الفرنسي لعبت مساء امس مبارتين متأخرتين عن الجولة الرابعة والعشرين من البطولة المحترفة الاولى موبيليس حيث فرض نصر حسين داي التعادل على مضيفه شباب قسنطينا بنتجة هدفين في كل شبكة ورفع شباب قسنطينا رصيده الى واحد وثلاثون نقطة مقابل سبع وعشرون نقطة لنصر حسين داي صاحب المركز السادس عشر والاخير اهداف شباب قسنطينا سجلهما كل من بوشريط من ركلة جزاء واحمد مساعدية في الدقيقة الثلاثون والاربعون على الترتيب في حين احرز زكاريا احدى واتشادي ازيشال هدفي نصر حسين داي في الدقيقة الحادي عشر والثامنة والثمانون هذا ونجى اتحاد العاصمة من الخسارة امام ضيفه مولودية العلماء على ملعب عمر حمادي ببلوغ وسجل فارس حاميتي هدف التقدم لمولودية العلماء في الدقيقة الثامنة والعشرين غير ان الافوار مانوتشو ادرك التعادل للاتحاد في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل الضائع ليرفع الاتحاد رصيده الى ست وثلاثون نقطة في المركز الثالث متقدما بفارق الاهداف عن مولودية وهران ومتخلفا بثلاث نقاط عن مولودية بيجايا المتصدر فيما اصبح رصيد مولودية العلماء ثمانون وعشرون نقطة في المركز الرابع عشر تأهل فريق مولودية بيجايا الى نهاء كأس الجمهورية على حساب وفاق سطيف بملعب هذا الاخير في مباراة احتكم فيها الفريقين الى ضربات الترجيح بعدما انتهت بالتعادل الاجابي هدف لهدف فيما سيكون الموعد اليوم مع اجراء المباراة الثانية من نصف نهاء كأس الجمهورية على ملعب عمر حمادي ببولوغين بداية من الساعة الرابعة مساء بين امل الاربعاء والمبيشلف تويج نادي برج بوري ريج بكأس الجزائر لكرة الطائرة رجال بعدما تغلب على نجمع ازل بثلاثة اشواط نظيفة في المباراة النهائية التي جمعتهما الجمعة بقاعة الشراق بالجزائر العاصمة ويعتبر هذا التتويج هو السادس في مشوار نادي برج بوري ريج بعد اعوام الفين واربعة الفين وتسعة الفين وحد عشر واثنى عشر والفين واربعة عشر تويجت لاعبة التينيس الجزائرية ايناس ايبو بلقب البطولة الافريقية للتينيس لأقل من ثمانية عشر سنة التي اختتمت يوم السبت بالقاهرة المصرية بعد فوزها في الدور النهائي على المصرية ساندراسامي بشوطين نظيفين وبهذا الفوز حصدت البطلة الافريقية مئة وعشرون نقطة في الجدول الفردي وست نقاط اضافية في الزوج لكنها لم تتفوق بالتتويج في الزوج ترجمة نانسي قنقر